معاكم سيدين علاقة ونرده هنتكلم عن الفونشن طيب اول حاجة عايزين نعرفها ايه هي الفونشن وقدي ايه ايه هي مهمة و ايه خيادته وكمان هنتكلم عن الفونشن اول حاجة ايه خيادة الفونشن تعالوا نحتي قصة كده بسيطة احنا دلوقتي عندنا واحد عام المطعم المطعم ده بياخد بيوصل طلبات وهكذا و بيعمل orders جو المكان تمام تمام دلوقتي المطعم ده حاب انه هو يبدأ يوصل طلبات هل هو كل مرضه هيروح يجيب شخص جديد تماما يفهمه المفروض يعمل كذا وكذا وكذا وتوصل على الانوان وتاخد منه الفلوس وكذا وكذا وانه هو خلاص هعين شخص موظف عنده هو وظيفته انه هو كل يوم بيوصل كل الطلبات ممكن مرة واحد يطل بيتزا ومرة واحد يطل برجر مش فرقة المهم انه هو ايه بيعمل موظيفة معينة يبقى فيه شوية فايبلس بس مش دلقصة المهم انه الشخص ده بيعمل موظيفة معينة موظيفة ثابتة تمام واحد تاني في نفس المطعم هيبقى وظيفته انه هو ويتر مثلا يوصل الاكل للناس اللي عادة عالطار بناد وياخد منهم الوظيفة دي وظيفة ثانية هل هو كل يوم هيعين شخص جديد يقوم بنفس الوظيفة هل ده شيء منطقي يا بلا مش منطقي خالص ان احنا كل يوم نعين شخص ونعلمه ونضربه من الاول خالص ازاي هيبقى الوظيفة هيا دي بالضبط فكرة الفونشن الفونشن وظفتها نهاية بلاكوف كوب كده بيعمل وظيفة معينة ممكن بديله حاجات مختلفة او باخد منه اتبوت مختلفة بس الفكرة انه هو بيعمل نفس الوظيفة بيعمل او بيعمل مثلا و هكذا بدل ما انا كل مرة اروح اكتب الكود من اول جديد واعيد كتابة الكود وممكن اغلط في حاجات وارجع ابصتاني ازاي صلحها و هكذا لا هو عندي كود بس تخدمه في كذا بروجرام كل بروجرام من دول ممكن يكون بيهدف حاجة مختلفة خالص يعني ممكن الشخص او الصلح الكود ده يكون بيشغل مرة في محاسبة مرة تانية شغل في البروجرام وهكذا بس الفكرة انه هو بيعمل نفس الوظيفة نفس الوظيفة احتاجتها هنا هي هي نفس الوظيفة اللي هحتاجها هناك مش فرق بقى الريزولت النهائي ده هنستخدمه فيه تمام؟ هو ده فكرة بقدر استخدمها اكتر من مرة في كذا مكان ازاي؟ انطر ان انا بناديها بقى عمل حاجة اسمها calling وانس ان انا بنادي الفونكشن دي هي بتبدأ تأدي وظيفة طول ان انا مش بناديها مستحيل تأدي وظيفة تمام؟ طبعا في حاجة اسمها built-in functions دي بتبقى functions موجودة في اللغة نفسها الاشخاص اللي صمموا اللغة عملوها جاهزة بحيث ان انا اقدر استخدمها وفي functions الdeveloper هو اللي بيبدأ يعمل لها أو يبدأ يعمل الكود بتاعها ويستخدمها هو في شغله الفونكشن بتاعتي دي بتكون ما اللي عبارة عن process يعني هو actually process كده أو block of code عبارة عن process الprocess دي بقدر استخدمها في كذا مكان بكذا طريقة مختلفة الprocess دي ممكن وده شيء optional ان يكون بدخل لها شوية inputs عشان تقدر تشتغل أو ممكن اكون بخرج منها output طيب ازاي الكلام ده ال input بدخله منها بطريقة معينة وال output بخرج منها بطريقة معينة يبقى انا بدخل لفونكشن دي شوية inputs أو شوية variables وده شيء optional او باخد منها outputs أو شوية values وده optional طيب احنا من شوية قلنا ان الفونكشن دي ليها type اوكي ايه type بتاع الفونكشن؟ الطيب بتاع الفونكشن بالاختصار هو type بتاع output بمعنى ان انا هل هو فياخد من الفونكشن الدين يبقى أن زادها ية value لو باخد منها مثلا string يبقى ساعدها لو باخد character أو أيا كان outSuper وساعدها طابة استعدها أو對 الفونكشن الدين بوجود فويد معناها ان الفونكشن ليش بترترن لي حاجة تمام حلو جدا تعالوا نبص بقى للسنتاجس بتاع طريقة كتابة الفونكشن اول حاجة انا بكتب الفونكشن في الجزئية دي اللي هي بره المين فونكشن يعني انا اولا دي بكتب الفونكشن هنا وممكن انا ديها او بنا ديها عادي من المين فونكشن خلينا نقول طريقة الكتابة بتاعة الكود الاول وقعدين نقول الامس اول حاجة بكتب الطائب بتاع الفونكشن سواء انتجر string character float ايا كان النوع بس لو هي مابت returns لايه اي حاجة ساعتها بكتب كلمة vote تمام يبقى الطائب انتجر انتجر string character اي حاجة لو مش بت return دي حاجة بساعتها بيكون vote طيب بعد الطائب بكتب اسم الفونكشن بتاعي يعني بسميها name بس يكون name كده يوضح الفونكشن دي تعمل ايه مثلا فونكشن بتعمل summation ساميها some اي ان كان بحيث ان ال developer لو ما يجي مثلا developer ثاني يبدأ يعدل او كده يبقى فاهم كل فونكشن دي تعمل ايه بعد ما بكتب ال name بتعمل القوسين اوكي اللي هما ال brackets العديين وبعدين two curl brackets دول اللي بيكون جواهم ال process اوكي حلو جدا طيب احنا قولا ان احنا ينفع نعمل input وينفع نعمل out تحلو جدا طيب بنعمل ده ازاي عن طريق ان انا بقوله الاسم بتاعي بعدين يتقصين وجواهم بقوله ال input اللي هتبقى يعني مثلا variable one و variable two تمام بس بقوله قبلها نوع variable اللي داخل دي يعني مثلا variable one دا هنقول ان هو integer variable two مثلا string اي ان كان نوع variable اللي داخل تمام احنا اخدنا اصلا انواع ال values حلو جدا طيب ازاي بقى بقوله ان انا عايز اخرج output من ال function دي عن طريقنا بكتبه كلمة return و return دي بعدها بيكون اي value انا عايزاها تطلع زي مثلا return five return و اسم variable من ال variables اللي انا عرفتها اي ان كان اي حاجة والمهم انها بقى return value او variable متخزنة في value كنت هنعرفنا شكل function نبسط طيب عايزين نعرف شكل calling calling ببساطة هو بيكون انه بقول اس function وبعمل ما بيقصين كل argument اللي انا لازم اديها يعني لو انا عمدي اياها ان انا هاخد منك ال function دي هتاخد مني two arguments بديها two arguments بنفس type بتاع variable يعني مثلا integer variable 1 دي هنديده زينه مثلا و string variable 2 هنديده مثلا i string يبقى احنا كده حرفنا ازاي نعمل function و ازاي نعمل طب خلينا ناخد شوية مسائل كده نحاول ان احنا نفكر يعني او نستفيد افتر من secret functions مثلا خلينا نقول function بسيطة كده في الاول احنا عايزين function بسيطة خالص بتاخد مني رقمي وبتطبيع لي الرقمي حالو جد طب هعمل ده ازاي هقول له اول حاجة هل ال function دي هتردورن حاجة ولا لا و خلينا نسيب من النقطة دي شوية و هنعرف بعدين اكتر فايدة الرتورن طب خلينا نبتدي ب void و نقول له اسم الفونكشن بتاعتي لان نحنا خلينا في الاول ما نعملش اي رتورن يعني اي ذا طب خلينا نقول void و اسم الفونكشن بتاعتي sum وبين اقويس ال two variables اللي انا هديهم لها انا هديها two variables بساطة خلص two integer variables خليهم integer num1 و integer num2 اوكي طب طبعا كده هبدأ ان انا اقول له السم دي هتعمل ايه السم دي احنا عادينا هتطبع السميشن بتاع num1 زائد num2 و خلينا نعمل end line كده عشان يقوم موضوع لطيف طب تعالوا نجرب نرون كده هنلاقي ان هي ما عملتش اي حالي لان انا ببساطة نعملش calling function لان sorry ال function ما بتشتغلش غلما نعملها طب خلينا ابدأ انا نعملها calling بعمل البكتب اسم الفونكشن وهنا هلاقي الواحده يعني ممكن لو بتستخدمه structure ه MAS هل غيرها يقولنا و integro num1 πreciso لمو يكره كده جد هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أبدعه اقوله كيه ايه ه هنقوله النموان ده مثلا ب5 ونمتو ب8 وطبعا السميكور هلأ ايه فعلا طبعا 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 بس في حاجة ممكن تبعه بتشوى هو احنا ليه قلنا اني دي فونكشن فويد مش بترترن حاجة رغم ان هي بتطبعها هي وظهرت لي الرقم النادي بقى ببساطة فيه فارقة ما بين انها ترترن وما بين انها تطبع بترترن ده معنى هي بترترن value لليجزء من الكود يقعين في جزء من الكود جوة بيستقدمها لكن بتطبع دي معاه انها تصل لحاجة ل favor الموضوع مش مفهوم انا دعنا نقوق بسخص واحدة كيف بقى لحاجة بسيط زيط نطبه الفونكشن تعالكم نجرب هلأ ايه الدائر ليه انه بيقولي ايه operand types are std و stream and void no match tree for operator الى الحلامة دي ليه الوط يعني انه بيقولي الفونكشن دي نوعها void وانا ما فيش حاجة في cout بيقدر انها تطبع فونكشن void طب برد احنا في مناش قوي خرقة ايه void عن الارترن على الانتجر دعونا نجرب نعمل حاجة تانية كده بدل void sum دعونا نجرب نقوله ونعمل return للسن او نعمل الارترن ل number z خلينا نعمل الارترن ل number zero عشان نشوف هي تطبع حاجة مختلفة اللي انه هو دخل على الارترن بدأ يطبع وبعدين عمل return فبقى دلوقتي السطر ده اكايني بالضبط شرطه وحطيت مكانه اللي هو عملها الارترن اللي هي دي فرح بعدها طبعه ثم يبقى ده معنى انه هو return معنى كده ان القيمة بتاعت الكورنج بتساوي الفونكشن دي بتعملها return يعني اكايني بشيل الكورنج وبحط مكانه اللي انا حطاها في return طب خلينا نشيل crd ونكتب نفس الفونكشن بنفس الوظيفة بزد بس الطريقة مختلفة نقول له انتهترن ليا summation بتاع number زائد number2 اوكي ونعمل run هلا اي انا اسم غيرتش دي الانتجر هلا اي طبعاني فعلا 13 اللي هي summation رغم ان انا ما قلت له وش يعمل print جوه الفونكشن انا قلت له يعمل print للحاجة اللي الفونكشن دي بتعمل لها return تمام طب تعالوا نجرب حاجة تانية وشلنا crd وعملنا run هلا اي مطبعش اي حاجة دي لان انا قلت له انت هتعمل return تمام حلو جدا بس جيد هنا هتبعطش value طيب ال return دي ممكن استفيد بها في ممكن ان انا مثلا لو انا دلوقتي حد عندي function بتعمل sum ومسلا نعمل function تانية بتعمل multiply م Keys اوكي وال function دي بتـ return ليه Multiplication و function تانية بتعمل provision وهكذا يعني بغض النظر اندي functions بسيطة يعني بس خلينا نقول انه انا عندي function تعمل sum و function تانية تعمل multiply أنا أريد أن أخذ الـ SumMission بتاع الرقمين وأذهب إلى مدخله جوة الـ Function بتاع من Multiploid أعمله Multiploid مع رقم ثالث إزاي الكلام ذلك؟ يعني مثلا مثل هنا أقول له شايف الـ Sum بتاع الرقمين دول سجله لي في نموان خليلي نموان بتساوي الـ Sum بتاع الرقمين دول وبعدين هنا تعالى أخذ نمواند نمواند وخزن فيها الـ Sum أترى الملتبلي بتاع نمواند ونمواند ونمواند حلو ونعمل في الآخر خلص نمواند 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 نترى ما سيحدث نعمل سأعمل ملتبلي نمواند مع مثلا اثنين نمواند 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 ونعمل نعمل 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 يبقى هيا دي فايدة return اننا بقدر اخد الاوت بتاع الفنكشن دي ادخله فنكشن تانية او اخد الاوت بتاع الفنكشن دي وعمل عليه بروسس تانية وهكذا ممكن برضو في الاخر اي اطبع يبقى احنا عرفنا كده ايه الفرق ما بين ان احنا نعمل return وما بين ان احنا نضبع بس الاستباعة دي بتكون لليوزر ان هو يشوفها لكن ان هذا الريترن دي بيكون ان الكود هيبدأ يستخدم ال value دي في حاجة تانية اوكي طيب احنا كده عرفنا الفرق ما بين ال types بتاعة الفنكشن و اي فنكشن بينفع تستخدم اي نوع من انواع ال variables الممكنة لان هي ما هي الا اصلا ال type بتاع الحاجة اللي بعمل لها return طيب احنا كده دينا مثال على الفنكشن اللي فيها output والفنكشن اللي مفاش output و دينا مثال على الفنكشن اللي فيهاك طب تعالوا لدي مثال تاني على الفنكشن اللي مفاش input خلينا مثالا نقول ان ندواتي عندي فنكشن اند امهرج نندواتي عندي امهرج ال layers mechanisms دينا اوقل الفنكشن و اسم الفنكشن بعمل الفنكشن اوهم يعجيض ال terms ما agendaهرج الاصل بال Ray اوكي الفنكشن دي وانس ان انا هنديها في اي مكان في الكود هتعمل لي print دي الجملة دي طبعا الجملة دي مثلا ممكن تكون message طويلة تظهر ال user لو عمل حاجة معينة وهكذا وانس ان هو مثلا يكليك على button تبدأ تظهر له المسج دي او ايا كان فالفنكشن دي وانس ان انا بنتيها تبدأ ان هي تعمل ال default فحلينا كده نقوم بتغيير ونعمل run فانا نطبعك لها ال word عايز استخدمها اكثر من مرة في كذا مكان مختلف او كده ان انا اقرره وايا تعمل نفس ال word كده احنا فهمنا ايه فايدة الفنكشن وليه احنا نستخدمها اصلا فالفنكشن هي نستخدمها عشان نختصر او نغيوز الكود ما نقعد كل مرة نعمل application ما نقعد نكتب الكود from scratch لا احنا already كتبين جزء جاهز وبنبدأ ان احنا نستخدمه ممكن في programs مختلفة ممكن في نفس program اكتر من مرة وهكذا هاي يكون ان شاء الله في شوية problems بسيطة عن الفنكشن شكرا 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 شكرا